مرحبا بالجميع. اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقة. غدين تعرفوا على مفهوم الاستنباط ومفهوم الاستقراء. وان شاء الله غدين اعطيكم طبيقات. باش ان شاء الله اللي شاف هذا الفيديو هذا. يخرج فاهم. وما يبقاش عنده مشكل في الاستنباط والاستقراء. هاد الاستنباط والاستقراء تيت تعطاع الباكالورية في النص النظري. وكيد تعطيه للسيزيام المقبلين على الجيهوي. وكيد تعطيه حتى التسعة. هما المقبلين على الجيهوي. اذا مهم جدا هاد الاستنباط والاستقراء. اذا بالنسبة الناس المقبلين على الاداب تحديدا كيد تعطيهم في النص النظري. ودائما في منقطة النص النظري كتلقاوا فيه هاد السؤال لهذا. اللي هو الاستنباط والاستقراء. اذا شوفوا معي من هنا يا مثلا. تيقولوا لنا بيان الطريقة المعتمدة في بناء النص. اذا هناك نحتاجه. واش الطريقة لمبني بها النص واش استنباطية? او لا استقرائية. طبعا اذا قد ندوز معكم باش نعرفوا ماذا نقصد بالاستنباط. اذا استنباط هو الانتقال من العام الى الخاص. شي حاجة عام كتعريف عام. ثم الى الخاص. اي اجزاء هذا التعريف. اي من الكل الى الجزء. طبعا هذا التعريف هذا غير هو هذا غير بطريقة اخرى. من الكل الى الجزء. اي اصدار حكم عام في البداية. ثم اعطاء امثلة. ثم استخلاص نتائج من الامثلة المقدمة. اه ما تخلعوش انا غدين نشرح شي مزيان في النص ان شاء الله. اذا ده بغد ندوزو باش نشوفو اه النص اه اللي غدين طبقوه له اه هاد الاستقراء. اذا نشوفوا معي متلين هاد النص دا. اه اللي هو اه تعطى في احد الامتهانات. اذا القصة فن ادبي يتناول حدثا يتناول حدثا او مجموعة من الاحداث التي يمكن ان تجري في بيئة ما وتقوم بها شخصيات متبين متبينة. اه وتنتهي الى غاية مرسومة وتصاغ باسلوب ادبي معين. اذا شو اعطانا في التقديم هنا يا اعطانا اعطانا مفهوم ديالش ديال القصة. اذا شو ادنا درنا اصدار حكم عام. اصدر لنا حكم عام اي تعريف عام حول اش حول فن القصة. شوفو شو ما يعطينا دابا. ويشتمل هذا التعريف الوجيز على اهم عناصر القصة ومقوماتها. الاساسية التي يمكن اجمالها في الاحداث والشخصيات والبيئة والزمان والمكان والقالب الفني السرد والاسلوب الادبي اللغة والحوار والوصف. شوفو معي وتعتبر القصة والقصيرة واكثر تركيزا من غيرها. شنو غي يعطينا دابا هنا يا فادل فادشي اللي قرين دابا. كي يعطينا امثيلة حول ايش? حول المفهوم العام ديال القصة. هم? ايش الفقارات كله نفس الشي. شنو غي يعطينا في الاخير? غي يستخلص لنا واحد نتيجة انطلاقا من هاد الامثلة المقدمة انا يا. شوفو معي. ومن الملاحظ ان النزع الغالبة على معظم الانتاج القصصي لدى العرب على اختلاف مشاربهم. شنو مقدمة. اذا نشوفو انطلق لنا من شي حاجة عامة مفهوم القصة. ثم بدك يعطينا شنو غي العناصر انصح التعبير كما كتبت هنا الزمان والمكان والسرد والاحداث والشخصيات. اي العناصر المكونة او التي تكون المفهوم اه القصة ومقومات اه مقونات عفوا القصة. وفالخير يعطينا واحد للحكم عام حول مفهوم هاد القصة هاد. اذا هنا شنو استعملنا. استعملنا الطريقة الاستنباطية. هنتم ما تشوفوا معايا. هي هذه. الطريقة اعتمد الكاتب في عرض القضية المطروحة خطة منهجية. هل ستكتبون لهم انتم ما يا. طب هل ما تكتبش الطريقة مباشرة. هل ستكتب يعني اعتمد الكاتب. اه اه اذا خطة منهجية استنباطية انطلق فيها من العام الى الخاص. ومن الكل الى الجزء. اذ قدم تعريفا وجيزا للقصة ثم استنبط منها منه عناصر القصة. وجرد مقويماتها. وانتقل بعد ذلك الى الحديث عن انواع الفن القصصي. هنا يعني انه اعتنا امثلة. وركز على خصوصيات القصة القصيرة وميزتها واسباب انتشارها وعوامل نشأتها لدى العرب خاصة ليخلص في النهاية الى الحكم على الانتاج القصصي العربي الحديث بان معظمه تغلب. رفعا تغلب عليه النزعة الواقعية. اه وايضا احتل دلب هالطريقة دي وتقبل من المرشح اي تسمي من مناسبة للوصف طريقة طريقة انتظام النص وبين اي اي من اه مثلها. ممكن مثلا انكم ديروا بحاك ومثلا قلوا بانه اعتمد الكاتب في بداية اه النص اه تعريفا للقصة او مقدمة عرف فيها القصة. ثم في العرض اه تطرق الى مقومات القصة والانواعية وخصصية القصصية او ظروفها نشأتها وانتشارها. وفي الخاتمة اعطى ملاحظات على الانتاج القصصي العربي. يعني سوى درتيب هالطريقة اولب هالطريقة فهما جاوبك جوابا صحيحا. طبعا ولكن انا احب دائما ان تكون هالطريقة الاولى. هلاش? لانك تكون باينة لمصحح ديال الامتحان ديالك. اذا اخوان قبل ما انتقل الاستقراء الى كان شي سؤال الله يرضى عليكم طرحوه عليه في التعليق مش نقدر نجاوبكم عليه. ده بغى انتقل الى استقراء. اذا استقراء شنوه? استقراء هو العكس ديال الاستنباط. اذا هو انتقال من الخاص الى العام. الى كان الاستنباط كما قلنا في الول هو انتقال من العام الى الخاص. فالاستقراء العكس دياله هو الانتقال من الخاص الى العام. من الجزء الى الكل. مثل اعطاء امثلة استخلاص نتائج من الامثلة المقدمة. ثم اصدار حكم عام. اذا بغان دوزعو تاني التطبيقات الاستقراء. باش تعرفوه وتفهمو هاد الاشياء هذي. اذا شوفوا معي مثلا هاد الامتيحان هذا. اذا بنية الشكل شوفوا معي شوف انقرأ غير العنوان. شي بني بينكم انقرأ غير العنوان. ما عارفوش السنبات والاستقرأ. بنية الشكل الدرامي في النص المصرحي. بنية يعني المصرحية هي جزء من الدراما لا الدراما هي اللي جزء من المصرحية اذا المصرحية هي حاجة عامة اذا شوفوا معي الدراما تجربة معرفية اساسية لحياة الانسان تقوم على الجدل بينها شون تعرفينها اعطينا 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 امثلة حول ايش حول اه مفهوم الدراما استخلاص نتائج من الامثلة المقدمة اذا تعتمد الدراما على محوارينهما الشكل والمضمون وتقوم بنية الشكل الدرامي في النص المصرحي على مجموعة من المكونات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا نساقيا هي شنو يعطينا امثلة الاستهلال هيا عارضة انطلاق الحدث هيا وغيشرح لنا في الصراع وغيشرح لنا امثلة الازمة وغيشرح لنا اه شوفوا معي شوفوا الامثلة كلها مع واردها واردها وارد وفي الخر شنو غيدي لنا في الخر غيصدر لنا حكم عام اصدار حكم عام اه الى 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 اه الى قلنا بانا الاستنباط هاد اصدار حكم عام كيكون هو اللول فان استقرال عكس زياله يعني بحالك انا شدوش حاجة وتنقلبوها اي ومجمل القولي ان مكونات الشكل الدرامي في النص المصرحي منتظمة ضمنها بنية نص من خلالها يتميز الفن المصرحي عن باقي الفنون اذا هذا الفن المصرحي هو الاصل والدراما هي جزء منه جزء منه اذا هذا الطريقة هي طريقة استقرائية انتم تشوفوا معي اذا اعتمد الكاتب طريقة حجاجية تقوم على مقدمة عرف فيها بالدراما وعرض تناول فيه مكونات الشكل الدرامي في النص المصرحي وخاتم اشار فيها الى العلاقة النسقية التي تربط هذه المكونات واهميتها في تمييز الفن المصرحي وتحديد نمط كل المصرحية ومذهبها ومظاهر التطور فيها اذا اتمنى على انكم تكونوا فهمتوا ماذا نقصده بالاستنباط واستقراء اي نقصده بالاستنباط وانتقال من العام الى الخاص والاستقراء وانتقال من الخاص الى العام اي الاستنباط هو ضد الاستقراء اذا اختي الى كانت شي تساؤل رجاء نخليه اللي في التعليق او الى كانت شي حاجة مفهمتوهاش او الا مثلا نقدر نزيدكم امتلا امتلا اخرى حول الاستنباط واستقراء طبعا من نصص نصص داز في الامتحانات السابقة وايضا الاستنباط واستقراء كيكون مهم جدا مهم لانك تكون عليه نقاط تقريبا بين بناء اه جوجد النقاط حتى تلات نقاط حيث كيكون هو اه بكيقول كبيرا طريقة الطريقة المؤتمدة في بناء النص ثم والاساليب اه طبعا ان شاء الله غدي نشرح هاد المسألة دي الاساليب الى اه طبعا غدي نشرحها وادرب لكم واحدا الى حلقة القادمة ان شاء الله